إيمان جبور من رأس النقورة هل انتهى ذلك الجدل إيمان بشأن ما يتم تواطره بأن ساروخ باتريوت أطلق في هذه المنطقة للتعامل مع هدف معاد أو سمع صوت قذيفة أو تم تصوير قذيفة أو أثار قذيفة أو ما شابه؟ نعم صحيح تم إضاح الأمر بعد التحقيق الأولي وفق الدعاء الجيش الإسرائيلي بعد التحقيق الأولي يقول الجيش بأنه رصد جسما غريبا دخلا كان في أجواء صفاد في الجليل الأعلى وأطلق صاروخ باتريوت من أجل اعتراضه كانت تأشكوك الأولية بأن الحديث يدور عن مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية لكن بعد ذلك نفى الجيش أن يكون هناك جسم ما سماه جسم معادي دخل إلى سماء الجليل الأعلى وقال بأنه لا توجد أي مخاطر بالنسبة للمواطنين في تلك المنطقة كما أيضا نفى الجيش بأنه كان قد غار على الأراضي اللبنانية بعد ذلك الحدث كان هناك أنباء عن غارات إسرائيلية الجيش نفى ذلك قال بأنه لم تكن هناك غارات من قبل الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية حاليا الأجواء هنا في الشمال هادئة ولكن تشوبها الحذر والقلق والترقب نحن هنا في رأس النقورة طبعا الحدود الإسرائيلية اللبنانية تمتد على طول نحو ثمانين كيلومترا هي حدود طويلة جدا نحن هنا في أقصى غرب هذه الحدود لكن الصاروخ الباتريوت أطلق إيمان صحيح؟ صاروخ الباتريوت أطلق من منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية ولكن كما قلت جيش الاحتلال قال في بيان رسمي بأنه لم يكن هناك أي جسم معادي كانت أشكوك الأولى تتحدث عن مسيرة ولكن بعد ذلك قال بأنه لا يوجد أي ططعة جوية معادية الآن الخبر العاجل هو لأول مرة حكومة إسرائيل تتحدث عن عدد للأسرة لأول مرة الحكومة تؤشر إلى أي عدد تذكر أي عدد للأسرة الآن الحكومة تقول في إسرائيل أكثر من مئة أسير لدى حركة حماس نعم منذ الصباح يتم تداول هذه الأنباء عن نحو مئة أسير لدى حماس ولكن يعتقد بأن الأعداد هي أكبر من ذلك بكثير خاصة وأن المفقودين الذين لا تستطيع السلطات الإسرائيلية أو العائلات أتوصل إليهم هم بالمئات ربما سبعمائة مفقود إسرائيلي لا يمكن التواصل معهم التقديرات التي تتحدث عن هذه نقطة مهمة إيمان أرجوكي هذه نقطة مهمة أرجوكي بشكل رسمي داخل إسرائيل يتحدثون عن سبعمائة مفقود رسميا ليس كلهم من العسكريين معظمهم لا لا هذا ليس هذه تقديرات تقديرات نعم تقديرات من الشكاوى التي تصل إلى الشرطة وإلى الهيئات المختلفة يتم تقدير أعداد المفقودين بنحو سبعمائة مفقود أو أكثر من ذلك بقليل إسرائيل تقدر أعداد الأسرة بمئة أسير ولكن فقط ظهر هذا اليوم كانت قد أقامت إسرائيل غرفة طوارئ مشتركة لكل الهيئات المعنية بما في ضمنها أيضا هيئات مدنية من أجل البدء بحصر المفقودين طيب وبالتالي المفقودين قد يكونون قتلى وقد يكونوا أيضا من الأسرة حتى الآن إسرائيل نفسها المصادر الرسمية لا تعرف كامل المفقودين بالأسماء وكل المعلومات التي يجب حصرها هي مزالة منشغلة فيما يحدث في جنوب البلاد إذن دعينا إيمان نلقي نظرة على الحدود اللبنانية مع إسرائيل نلقي نظرة على كافرشوبة إليك ليلة خليل مرسلة الغد هل اتضح حقيقة صوت الانفجار الضخم الذي ذكرته لنا قبل قليل؟ يعني بعد ما سمعنا الزميلة إيمان تتحدث عن بيان الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن هناك من مسيرة أو هذا الجسم الذي اعترضته إحدى صواريخ القبل الحديدية لا نستطيع أن نفسر موضوع إطلاق القضيفة نحن سمعنا صوت ضخم جدا حسن ضخم ويؤشر إلى أنه هناك قضيفة هذا صوت القضائف اعتدنا أن نسمع هذا النوع من القضائف هذه القضيفة سقطت في منطقة الخريبة وكان هناك نيران تتصعد ربما نفي الجيش الإسرائيلي أو عدم هو لا يريد أن يتبنى إطلاق قضيفة لربما هو يريد أن يقول لست أنا من أطلق هذه القضيفة أي أنه لا يريد أن يكون هناك ردة فعل مقابلة من حزب الله تجاهه هذا هو التفسير الوحيد الذي نستطيع أن نقوله ونفسره عن ما الذي حصل لأنه سمعنا صوت كبير جدا وضخم وعميق وكان هناك صحب للدخان تتصاعد من بلدة الخريبة إذن قد لا يكون صاروخ أطلق من القبة الحديدية وقد يكون بالفعل قضيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أو عن طريق اشتباهه بأي شيء ولكن هذا الأمر هو أكيد نحن رأينا صحب الدخان منذ تلك اللحظة حتى الآن لا يوجد شيء على الحدود حذر نستطيع أن نقول الكل ينتظر ما الذي سيحدث لاحقا وزارة الصحة بغزة تحدث بياناتها وزارة الصحة تصدر بيانا جديدا عن عدد الشهداء والمصابين العدد الأحدث هو ثلاثمائة وسبعون شهيدا والمصابون يقدرون بألفين ومئتين منذ بدء توفان الأقصى مرة أخرى ثلاثمائة وسبعون شهيدا وألفين ومئتا مواطن أصيبوا ترجمة نانسي قنقر